اتفاق جديد يسعى لنزع فتيل التوتر داخل قطاع التربية والتعليم ينص محضر الاتفاق على معالم النظام الأساسي الذي تريده الأطراف الموقعة موحدا وموحدة ليخلف وضعية الأنظمة المتعددة التي طالما اعتبرها الأساتذة المتعاقدون الجدد تمييزية في حقهم يمكننا الاتفاق لنهيو هذا المتعاقدين ونمشيوه نحو النظام الأساسي للتعليم الذي هو موحد لجميع العامين بهذا القطاع الذي تم الاتفاق عليه وكذلك أنه تفقنا معهم على إمكانيات لتطوير المهنة ولتطوير كذلك السيطيات الأساتذة إلى جانب التنصيص على نظام أساسي واحد بدل 12 نظاما جهوية تضمن الاتفاق الجديد تسوية لعدد من الملفات التي ظلت عالقة منذ سنوات أحدث الاتفاق في سلالم الترقية درجة ممتازة لفائدة فئات كانت مقصية منها كما نص على تحفيز مالي سنوي طيلة المصاري المهني الاتفاق 14 يناير 2023 تنتمنى أنه يكون الأرضية الحقيقية والصلبة اللي ممكن فعلا تقدم المدرسة العمومية وتقدم التعليم بشكل عام وتساهم فعلا في إعادة الاعتبار للتربية والتعليم وإعادة الاعتبار للأستاذ وشهدت المواسم الدراسية السابقة فراغات في الجدول الزمني للتدريس بسبب الجائحة الصحية وبفعل تغيبات أساتذة التعاقد المضربين عن العمل فراغات تعاملت معها وزارة التعليم ببرمجة حصص للدعم لاستدراك الزمن المدرسي المهدور في الوقت الذي وقعت فيه النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في البرلمان على محضر الرابع عشر يناير امتنعت نقابات أخرى عن التوقيع على الاتفاق مطالبة باستكمال تفعيل مضامين الاتفاقات السابقة قبل المرور إلى ملفات جديدة ويسعى المواقعون على الاتفاق الجديد إلى تجويد خدمات المدرسة العمومية وإنهاء مسلسل الإضرابات الذي تسبب في هضر الكثير من الزمن المدرسي عزيز فتحي سكاينيوز عربية الرباط